اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم صدق الله العظيم يا الله يا الله ما أرمع هذا الدين وما أجمل كلام الله عز وجل يا رب لك الحمد على هذا الكرم وعلى هذا الأدب وعلى هذه الأخلاق التي علمتنا إياها وربيتنا على كتابك العزيز وربيتنا عليها من خلال آياتك وكلامك جل عطائك أنت الواحد والأحد أنت الفرد الصمد أنت 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 الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ما أعظمك ما أجل عطاك يا ربنا لك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا لك الحمد طول المدى الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا شو في الأدب شو في الأخلاق إن أنت عاملات المجتمع والله لو أننا مشينا على أوامر الله لسعدت البشرية بأكملها والله والله ما أصبح هناك أي شكل من أشكال المشاكل ولا الهم ولا الغم ولا النكد لو أننا سمعنا كلام الله وطبقنا كلام الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إذا بالاستئذان إخواني الكرام اليوم مأساة الناس في الاستئذان عدم الاستئذان بيطبر بظلق باتح الباب وله صار بنص الدار هيا يا أبو فلان أبو فلان ما بظلق صار بنص الدار ما بلحك الرجل الآن يخرج يرد عليه وله صار بادع الباب وداقل يلا ما هو زي إحنا زي العيلة لا يا أخي هذا الكلام لا يجوز وهذا الكلام الآن لا يحل في شرع الله الله عز وجل قال حتى تستأنسوا أي حتى يطمئن قلبك إلى أنه قال تفضل بيقين عن جد تفضل لأنه كي لا حيامين للناس بتلقيه أول ما بيرن تفضل تفضل حياة الله مش بس مجرد قال تفضل أفتح الباب وتروح لا لأن هذا الرجل اللي الآن بدي تزبط الطريق بدي تزبط الوضع يمكن يكون في غراض واليوم بتلاقي مرات اليوم خاصة في الشتوية بتلاقي الأم ناشر أواعي كثير جدا بغرفة الضيوف ولا لا بدأت تتلمي الغسيل كلياته تفضل ماشي بس استنى شوي مصر تفاتح بابه داخل لا على الإنسان أن يستأنس قال حتى يطمئن قلبه مرة ثنتين ثلاثة وقول تفضل حتى يكون الأمر ماله على الوجه الذي أراد الله إخواني الكرام أيضا للأداب إنه ما بصير لك أن تتوقف في وجه الباب اللي أول ما بفتح الباب ولا أنت عينك من الصدار لا قال من الأدب أن يكون الإنسان إلى جانب الباب بترك الطرقة الأولى ثم ينتظر ثم الطرقة الثانية ثم ينتظر ثم الطرقة الثالثة وينتظر الآن خلال ثلاث طرقات أو ثلاث رنات إذا ما رد عليك خلاص على الإنسان ماله أن يفهم الرسالة قد أكون أنا موجود في البيت لكن ماله الموضوعه قد يكون ما بتحملش حليزورني الآن في مشكلة بيني بين مرتي أنا تعبان مرتي مريضة مشغوليني الضرم كركبي الوضع ما بيسمح له زيارات علينا فهم هذه الرسالة مش أخذ في بالي وأزعل ربي عمين قال وإن قالي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ثم كذلك الحال على الإنسان أن يغض بصره عندما يدخل هذا البيت ما بيصير الآن عينه تشوح يمين ويسار لأه في ناس للأسف الشديد فيها عندك كل تحية إنه بتلكي ليش هذا هون شو هذا يا بوفلان ما لها أي مكلوبة هيك الكرسي ما لها للتلفزيون ما لكنه خربان ما لكني ملاد حر كيني تتقيم كينها المرة اليوم كينها مش طبخة شكلة اليوم مرة طبخة طبخة منيحة ولا الريحة معج كعالة في الضار كل يا مجل التكل لا عز وجل أيهو أنت جاي الآن زورني الآن ولا جاي تسمي بدني وتمكتني في كثير من الناس بتلكي بدخل بيكون غم وهم على صاحب البيت عام؟ على الإنسان أن يكون في أدب أدب الزيارة التي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى قال أن لا ينظر يمنتنا ولا يسرى يكون راسه في الأرض لأنه مرات بتكون يجري الباب منسي مفتوح الولد صغير يزكي الباب فجأة وهذه الغرفة فيها النسوان وفيها البنات ما بصير تطلع أنت الآن يميني وصار لا أنت ظلك ماشي وين بيقول لك صاحب البيت اجلس اجلس وين بيقول لك أقعد أقعد سبحان الله العظيم كمان أنت بغرفة الضيوف ما تقعدك بالي الباب إذا فتح الباب عينك بنص الدار الآن اختار المكان اللي بيكون بعيد عن الباب حتى إن فتح الباب إن تكون أنت الآن ما تشوف أي إشي في داخل هذا البيت إذا أنت كنت حريص على هذا الإنسان كذلك الحال إخوان الكرام من الأداب ألا تطيل الزيارة مش أنت كاعد الآن وشايف صاحب البيت هذا الزلمي التعيب عنده شغل عليه وراء مسؤوليات بده بكرة الآن يصحى بدري إلا أنت كاعد وصهران أنت لا شغل ولا عملي وكاعد وما تجريك وماشاء الله وبتخرف وذاك الزلمي كاعد كل شويهم الثاوب كل شويهم بفرق في عيني كل شويهم إيمان طب افهم الرسالة افهم إنه الآن معنى تتعبان معنى تخلص بكف الزيارات على الإنسان ماله أن يكون صاحب ذوق في هذه الأمور كذلك الحال على الإنسان ماله أن يتأدب في حضرة مجلس أهل البيت بتلك صوت ارتفع بصير يصيح بصير يكاتل وبعض الناس الأسف الشديد ما عنده أدب بصير ينادي على مرط فلان اللي عم زيارة عام فلان وبعدين في فلان وبعدين في كذا بيبدأ الآن يقول في كلام جارح وبعض الأحيان بدون فيه انتقادات شو يا بفلان ناشي نجوزك وإنت قاعد في بيته تسمع المرأة مرات في بعض النساء حساسة لموضوع الزواج آه الآن مرة من المرات أدى شباب بيصحى بيمزحوا مع صاحبهم النشورك واشاء الله على هلأكل الآن والله ما شاء الله والله يا شو بفلان لازم تجوزوا قراءة وعدي سمعت المرأة فإذا بي بتجاوب الآن من خلف الباب رأيت إن شاء الله سمي الهاري أنا في بيتي قاعد بكرمكم وقاعدين بيسموا بدني الآن بجوزوا تقولوا تعالى تجوزوا خراحة ثانية الآن تخير كثير من الأحيان الزيارات أدت لمشاكل أسرية عندما يخرج من هنا الناس بتولع طوشه بين الزوج والزوجة على ما ضار بينهما من حديث عشانك يجب أن يكون هناك أدب في الحديث في داخل هذه البيوت كذلك الحال إخواني الكرام من الآداب التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى قال وإن قيلكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم كثير من الناس مرات للأسف الشديد بيكون دم مثقيل بيتلقي برن أول مرة بعدين بحط إيده على الجرس بررر بيضلوا يرن 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 حتى بيزيح لك الجرس مش هيك مش هيك يعني بعض الناس بيحدث بيقول طب الآن أنا في الحمام الله ورن 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 وطبل طبل يا أبو فلان قلت طب صار شو كامل تقيامي فبأد الأمر بيقول والله بعض الناس إنه بطريت إن أكون من الحمام وإن لسه ما قلصت والله عنا بالحال صرنا فيها من تحت راس إش ماله كيف حالك شو كنك نايم كنك نايم يا أخي أنا نايم ولا مش نايم أنت بيعنيك إيش أنت بيعنيك شو ها عشان هيك يجب أن نكون عندنا الذوق والأدب اللي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا داء للمؤمنين كونوا أصحاب ذوق أصحاب أخلاق ها أصحاب قيم تخيل إخواني الكرام مرة من المرات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه بفر في المدينة فوجد أحد البيوت في ناس قاعدين بيسكروا ها فما كان من أمير المؤمن اطلع عليهم من سطح من السور شافهم شو عمل نط من السور والأهو ناص فوق روسهم فأحد الناس قال يا أمير المؤمنين إن كنا قد عصينا الله عز وجل فأنت قد عصيت الله ثلاثا الله عز وجل قال ولا تجسسوا أنت كنت تتجسس علينا الله عز وجل قال وأتوا البيوت من أبوابها أنت أتيتها من ظهورها وربنا قال ولا تأتوا البيوت من ظهورها فما كان من أمير المؤمنين إلا أن صمت وما تكلم معهم كلمة قال وخرج من البيت وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولم يراجعهم في المسألة قط لأنه علم إنه ما صنع كان خطأا ولا يجوز في شرع الله عز وجل بعض الناس بصير عنده الآن الأسف الشديد كلك الآن أدب إنه بصير يطلع بين الشبابيك إنه في ناس جوه ولا لا إنه في حد هون ولا لا وبدأ الآن يصيح وعيدك كلام كثير أخواني الكرام الله عز أمرنا بهذا الأدب ثم قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب من عنده وأن يعلمنا علما من عنده وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين اللهم أمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة